ونتحول وإياكم مشاهدين إلى مختاراتنا من الصحفة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت بين صفحاتها البحث عن موقف لسيارات قد يكلف مليارات قالت دراسة لشركة تجميع بيانات حركة المرور إن سائقي السيارات في الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا يهضرون وقتا ووقودا بالمليارات سنويا في البحث عن أماكن الانتظار لتفادي دفع غرامات قد تكون في واقع الأمر أقل تكلفة ونطالع مشاهدين من صحيفة النهار اللبنانية صدق أو لا تصدق الروبوت مكان الوالدين أصبح بإمكان الأمهات التوقف عن الغناء لأطفالهن أثناء النوم باستخدام روبوت الغناء إدوين الذي يبلغ ثمانه خمسون دولارا فقط ويمكن لهذا الروبوت يصدر الأصوات الهادئة لتهديئة الطفل أثناء النوم ولديه أيضا قدر على اللعب التفاعلي عندما تحتاج الأم لقصة من الراحة واخترنا لكم مشاهدين الكرام من صحيفة اليوم السابع المصرية الهند تتصدر الدول الأكثر استقبالا للمكالمات المزعجة جاء في تفاصيل الخبر كشف تغيير جديد أن الهند تحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول التي تتلقى أكبر عدد من المكالمات المزعجة إذ تتكون هذه القائمة من عشرين دولة بما في ذلك بنغلاديش وبريطانيا وكينيا وشيلي ومصر وإلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدين نيويورك تخصص 32 مليون دولار للقضاء على الجوردان أعلنت مدينة نيويورك الأمريكية خطة بقيمة 32 مليون دولار لخفض عدد الجوردان بنسبة 70% في أحياء بروكلين وبرونكسينك ومنهاتن الأكثر معاناة من هذه الظاهرة في نهاية عام 2018 بعد أن تلقى دائرة الصحة في مدينة نيويورك منذ بداية العام الجاري أكثر من عشرة ألاف شكوى عن رؤية جوردان